الناس بتقولك اصله مفيش اصله معرفش ايه وبعد كده يطلع النظام يقولك فيه طبعا انا بقى النهاردة وهاتلي كده بقى ايه وتعالى عالهادي علشان اسمعكم بارح عمر اديب قال ايه ركز معايا في اللي هقوله علشان اللي تقال مبارح في قنوات الاعلام والنظام مختلف تماما عن اللي هنسمعه النهاردة وانبارح اللي هو اول انبارح لحنا احنا في صباح اليوم التالت من يوم عشرين يوم عشرين اللي فات خلينا نسمع الناس بقى وعمرة اديب تحديدا قال ايه هاتلي هنا جنبي كده عشان بقى الرجل يبقى جنبي واسمعه بيقول ايه عمرة اديب اول امبارح عشر تنفار في عشر ثواني سمعني الفيديو ده كده جماعة سمعونا بيقول ايه عمرة اديب جنبي هنا وعله الصوت وخلينا نتفرج مع بعض ها سمعني الصوت سمعني الصوت يعني سابوا التغطية بتعبقى واضح شوية الجزيرة مباشر قفلت يعني قفلت يعني سابوا التغطية بتعبقى واضح ان هما زيهوا ملاقوش حاجة اللي مكملين بقى لسه مكملين والشر ودول قاعدين لغاية دلوقتي عشان بس برضو اكون امين مع حضرتك لها الفيديوهات اللي ماشي فيها عشرة ماشي فيها عشرين ناس ماشية في الشرع كده قولك هم الناس هم الناس دي دول يتصوروا عشر ثواني عشرين ثانية ويتبعد ويقولك هم موجودينهم فيبقى العدد يعني ليس بالحاجة اللي تتبقى عشر تنفار في مكان في عشر ثواني ولم نفسك وصور بالكاميرات وهرب لا فيه تظاهرات ولا فيه حراك ولا فيه اي حاجة انا بقى يا عمر اديب هوريك تظاهرات مش عاوز تظاهرات وريني مشهد من مشاهد التظاهرات اتناشر تظاهرة النهاردة يا عمر اديب اتناشر تظاهرة في اتناشر مكان مختلفين خلينا نعد مع بعضا جماعة بالراحة وبكل هدوء معانا زي ما حضراتكم شايفين بالراحة وبهدوء هتهالي هنا خلينا نشوفها مع الناس ونقراها صورة صورة واحدة واحدة طلعها لي كده بالراحة خلينا نشوفها اتناشر مكان حصل فيه تظاهرات اول واحدة باليمين زي ما حضراتكم شايفين اول واحدة الدويقة تحتيها على طول الصف تحتيها اطفح الجيزة تحتيها منيا الرقة بالراحة اهو اول اربعة على اليمين من الاثناشر بقولك النهاردة بالليل مش مبارح ولا الشهر اللي فات اللي بعده بقى الاربعة اللي في النص اول واحدة عندك البستين اتنين ساملوتو المينيا الصلحية شبرة الخيمة طيب هات اللي بعده يا عمر يا اديب تفرج يا عمر يا اديب ياللي بتقول لي مفيش داربع خمس تنفار اللي بعديها على الشمال البدرشين اينا دار السلام كفر انديل اتناشر مكان يا عمر يا اديب ياللي طالع بتقول لي مفيش ياللي طالع بتقول لي نفارين تلاتة اربعة طلعوا في الشارع ياللي بتقول لي عاملين استوديوهات ومطلعين الناس وبتصوروا وعملين أفلام وما فيش حاجة في مصر وبتقول المخرج والمصور ولا المزيق المرسل اللي في أي محافظة اطلع حد صورة من أي مكان في الشارع اتنشر محافظة قدامك بيعملوا ايه اتنشر مكان عفوا في مصر بيعملوا ايه في 8 محافظات طيب